بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا قبل شوي أن الأحماض المعدنية نوعين ثنية العنصر ثلاثية العنصر بنتكلم عن ثلاثية العنصر اللي هي التكوى من ثلاث عناصر أحدها الهيدروجين الثاني الأكسجين الثالث يسمى الذرة المركزية وهذا النوع من الأحماض يسمونه حمض أكسجيني لأنه فيه أكسجين إذا ما احتوى على أكسجين يسمونه حمض ثلاثي لكنه غير أكسجيني مثل حمض السيانيك اللي حطينا لكم إياه قبل شوي هذه أمثلة أحماض منها أحادية القاعدية من الأحماض الأكسجينية لأن فيها هيدروجينة واحدة تقدر ادقطها لاحظ كلمة تقدر ادقطها هذه أحماض ثنائية القاعدية لأن فيها هيدروجينتين تقدر ادقطهم هنا أحماض ثلاثية القاعدية لأن عندها ثلاث هيدروجينات تقدر ادقطهم أحادية القاعدية ما عندها لها هيدروجينة واحدة اللي تقدر ادقطها فتتأين على مرحلة واحدة صعبت تأين على أكثر ولها شق حمضي واحد مثل ما انت شايف هنا حمض النيتريك قط هيدروجينا واحدة وطلعوا شق حمضي واحد ثنائية القاعدية تتأين على مرحلتين عشان تقط كل هيدروجينا بروحها ولها شقين حمضيين من كل مرحلة لاحظوا هي حمض الكبريتيك المرحلة الأولى قط أول هيدروجينا وهي ترى تأينها كامل انتبه وهذا الشق الحمضي الأول بعدين تأين مرة ثانية ويقط الهيدروجينا الثانية وهذا الشق الحمضي الثاني هذه قوية يعني قوية التأين تمت التأين وهذه ضعيفة التأين الأحماض ثلاثية القاعدية تأين على كم مرحلة؟ ثلاث مراحل لها تمشق ثلاث شقوق زين؟ وهي دائما أو غالبا أحماض ضعيفة التأين في جميع مراحلها هذه كانت المرحلة الأولى والشق الحمضي الأول حق حمض الفوسفوريك وهذا الشق الحمضي الثاني والشق الحمضي الثالث قطت الثلاث هيدروجينات اللي عندها تعال طالع حمض الفوسفوروز هذا براح يصيدونكم فيه بالامتحان يا بعد قلبي وقلوا ما قال استاذ معاذ رح يصيدونكم فيه بالامتحان ليش؟ لأنه يتأين بس على مرحلتين مع أنه عنده ثلاث هيدروجينات لكن البدولة منها هي ثنتين بس بس هيدروجينتين وهما الهيدروجينات اللي ممكن يقطهم هذه الهيدروجينة ما يقطها ما يفقدها لو شنو إذن رح يكسوا قال بالامتحان يقول لك علل ليش حمض الفوسفوروز يعتبر ثنائي القاعدية تقول لأنه يتأين على مرحلتين وتكتب هالمعادلتين وتكتب هالمعادلتين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر